السلام عليكم اليوم احبت نقول واحد الكلم تقيل الزاف والله لا تقيل ويخص بناء الملاعب في الجزائر وبما اننا دخلنا في مرحلة جديدة الجزائر دخلت في مرحلة جديدة لازم نسمي الأسماء بمسمياتها ونحط بكل شجاعة ايدينا في مكمن الجرح ملعب هذه اللي راه يتبنى والتي يتبنى في الماضي خاصة لازم نحبس من هذه العقلية ندير ملعب ونغطي غير الجزء الخاص بالمسؤولين والوالي واليزان فيتي ونخلي المدراجات ندع شعب للشتاء في فصل الشتاء او للسخانة في فصل الصيف هذه لازم خلاص لازم الناس المسؤولين خاصة على مستوى يفهموا بالملاعب هذه لكل شعب الجزائري ولا تغطوها غطوها كامل ولا خلوها فارغة خلوها بدون غيطة اما ديرلي ديتريبين شوية انتع جزء انتع عشرين ولا ثلاثين في المئة تغطيها والشعب يرح يريح يقعد في البرد واشتق والامطار والسخانة هذه لازم نفتوها لازم نفتوها يمسؤولين 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 ما لعب هذه اللي رهي موجودة القديمة خاصة لازم يأما نغطيها كوكلية يأما نخليها وهي في الاساس نورمال ما تتغطى تتغطى اذا هذي نوع من الحقرة والاحتقار للمتفرجين والشعب الشباب الجزائري انتع التفريقة حق ديتريبين تغطيها والباقي خلي الشعبية هذه لازم نمر منها ونقولها بكل موضوعية والسبب الثاني اللي لازم يتغطى الملاعب يا مسؤولين ما مكاش جدوى ما فيش فايدة تدير لي انتايا تهيئة إعادة تهيئة انتع ملعب تغسل عليه أموال مش تعاوى تهيئه وتخليه بدون غيطة تخليه بدون غيطة لأن الغيطة هذا الثقف الملعب يعتبر حماية ينقص من يعني يعني ينقص يحمي كي يكون الملعب مغطى راه يتحمى يتحمى من من الأمطار والرياح والغبار والأزبال وكل شيء إذن ما فيش فايدة تخلي تدير ملعب كما هذا الملعب تحت قاسنتينة نصرف عليه وندير كاراسي وندير وندير ونخليه بدون غيطة ما ما يكلفش الغيطة لا يكلف السقف انتع بأي ملعب لا يكلف كثيرا ما نرى في الملعب التعسيق الغيطة لا يكلف أموال كبيرة ويزيد الجمالية ويرفع بالجمالية ويرفع من القيمة من الجزائر والصورة من الجزائر يرفعها إلى أعلى مستوى كي يكون الملعب مغطى من كل الجوانب يعني ستن بلوس على جميع الأصعيدة نتمنى نتمنى أن السلوطات يلحقها هذا الكلام وأن من المستقبل الملعب من الجزائر وخاصة الملعب اللي تكون تستقبل المستوى كالهونيفو في الكرة القادم تكون ملعب مغطات إن شاء الله نخليكم مع نهاية الفيديو السلامة